موسيقى مشاهدنا في كل مكان أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى قراءة في الصحف الوطنية والدولية الصادرة لنهار اليوم نبدأ جولتنا الصحفية هذه بالعديد من المواضيع والتحليلات التي استهوت أقلام الصحفيين فمع جريدة صحيفة النهار الجريد فنقرأ وزير المالية يقول بأنه لم تصلنا أي تنشره تحذرنا من انهيار مالي في الجزائر وجاء في تحليل المقال في واحدة من تناقضات الواقع الاقتصادية الذي تتخبط فيه الجزائر بعد انهيار سعر البترول وتهاويه إلى أقل من 45 دولار للبرميل ونفى وزير القطاع وجود أي خطر في القدر المالية للجزائر مشيرا إلى أن البنوك سترشد عملية منح القروض للمشاريع المضمونة وأضاف الوزير في اتصال للنهار إلى أن الحكومة الجزائرية لم يصلها أي انذار بوجود خطر في المنظومة الاقتصادية والمالية للجزائر بعد تهاوي سعر البترول مشيرا في الوقت نفسه لأن كل ما يحدث الآن من إجراءات قامت بها الحكومة يدخل في إطار إعادة تنظيم وضبط الاقتصاد الوطني من حيث تسير الموارد المائية أو المالية عفوا المتوفرة إلى جريدة أخرى هذه المرة ومع الخبر التي فضلت الحديث عن زيارة وزير الداخلية قائلة الدولة تفشل في تسير البالوعات وجاء في متن المقال أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نوردين بدوي في زيارة مفاجئة لولاية قصنطينة التي عرفت خلال الأسبوع الماضي فيضانات تسببت في وفاة أربعة أشخاص وتسجيل خسائر مادية معتبرة عن إعداد تنظيم خاص للمدينة الجديدة علي منجلي يتكفل بتسيرها مديرون تنفيذيون من جميع القطاعات يتكفلون فقط بالمدينة نظرا إلى الكثافة السكانية التي تتجاوز أربعمائة وخمسون ألف نسمة وأكد نوردين بدوي عفوا أن فوج عمل بدأ في إعداد مقترحات في هذا الصياق حيث سيعرض على الحكومة فور الانتهاء من العمل وهو ما سيخفف الضغط على بلدية الخروب التي عجزت عن تسير المدينة الجديدة لقلة إمكانياتها المادية والبشرية علما أن علي منجلي قال تعتبر أكبر تجمع سكان بالشرق الجزائري وتحولت في الفترة الأخيرة إلى ما يشبه المراقد لكل المرحلين من الأحياء العتيقة بعاصمة الشرق الجزائري ومن الخبر الآن إلى جريدة الفجر التي فضلت الافتتاح بالشأن العسكري للبلاد وجاء في الصحيفة الجزائر تستعد للإبرام صفقة تسلح كبير مع روسيا وأضافت الصحيفة تحضر الجزائر لإبرام صفقة تسلح كبير مع روسيا باعتبارها الأولى من نوعها وتتعلق باقتناء طائرات حربية متطورة منها ديكا آس أربعمائة وتور المصممتان للدفاع الجوي وتوجيه الضربات فضلا عن طوفات وعتاد حربي للسلاح البري حيث كانت الصفقة المرتقبة موضوع الزيارة الأخيرة التي قادت قائد الأركان الفريق غايد صالح إلى روسيا وحسب ما ذكرته مصادر إعلامية فإن الصفقة التي تستعد الجزائر لإبرامها مع شركها التقليدي في مجال اقتناء الأسلحة والعتاد العسكري تكتسي أهمية خاصة ومميزة حيث ستعزز من خلالها أسطولها الجوي البحربي وتضيف طائرات إلى حضيرتها التي تضم أصنافا متطورة من الطائرات الروسية كاديكا آس 300 بي أم وتعتبر روسيا الجزائر شريكا استراتيجيا في مجال التزود بالأسلحة وهو ما جعل قائد الأركان فريق الروسي فاليري فاسيلوفيتش يوجه دعوة للفريق قائد الأركان غايد صالح من أجل إتمام المشاورات والصفقة الخاصة باقتناء الطائرات السالفة الذكر نطير بكم الآن مشاهدين الأعزاء للصحافة الدولية ومع جريدة الحياة التي عنونت بالبند العريض واشنطن تقترح تسوية بعيدة من الأسد وجاء في نص المقال وصلت المعارضة السورية إلى بوابة آخر معقل عسكري للنظام في ريف إدلب وسط استعادة فصائل إسلامية مناطق من داعش في ريف حلب المجاورة في وقت وصلت موسكو مشاورتها مع معارضين سوريين بالتزامن مع زيارة مبعوث أميركي رفيع المستوى حيث أكدت الخارجية الأمريكية سعيها لعملية انتقال سياسي بعيدا من بشار الأسد وأفد المصدر السوري لحقوق الإنسان بأن مقاتلي فصائل المعارضة شنوا هجوما عنيفا على مطار أبو الظهور العسكري المحاصر منذ أكثر من عامين وسيطروا على البوابة الرئيسية للمطار من الجهة الشمالية وعلى نقاط عدة عند أطرافه لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من المقاتلين هاجموا المطار تقدمهم مجموعات انغماسية انتحارية اقتحمت بوابة المطار الرئيسية بواسطة دراجات نارية ومن الحياة الآن إلى جريدة القدس العربية التي عنونت صفحتها الأولى أربعة موقوفين بشبهة التورط في موت واحد وسبعين مهاجرا يمثلون السبت أمام القضاء المجري وجاء في معرض المقال أن المجر أوقفت الرجال الأربعة وهم ثلاثة بلغاريين صاحب الشاحن وهو لبنان الأصل وسائقان وأفغان بعد تحقيق مشترك أطلقته قوات حفظ النظام النمساوية والمجاورية في هذه القضية ومن المقرر عقد جلس قبيل ظهر السبت للبت في وضع الرجال الأربعة في التوقيف الاحتياطي وأعلنت النمسا أنها تتسعى إلى تسلمهم وصلنا مشاهدنا إلى ختام قراءتنا في الصحف الدولية والوطني لنهار اليوم شكرا لكم وإلى لقاء آخر اشتركوا في القناة